طيب نبتديها بمنتخبنا الوطني يعني من أيام الفيتوريا أو المدير الفني للمنتخب الوطني أعلن عن القيمة الخاصة بمنتخبنا الوطني لكن للعبين المحليين استثنى فقط لعبي فيوتشر وليه الزمالك فيوتشر لأنه هينضم أو عنده مباراة في الدور التمهيدي للكونفدرالية الأفريقية للتوضيح نحن بنوضح وأيضا النادي الزمالك عنده مباراة مهمة في بطولة كأس السوبر المصري السعودي اللي هتقام إن شاء الله في استاد لوسيل في قطر مع النادي الهلال السعودي ودي طبعا مباراة مهمة بالنسبة طبعا لنادي الزمالك وبالتالي مجموعة اللعبين اللي تم اختيارهم بعيد عن الناديين دون يعني في الآخر هم مجموعة بيشوفهم برضو المدير الفني في هذا المعسكر على فكرة المعسكر على فترتين فترة من يوم 13 ليوم 17 والفترة التانية من يوم 19 ليوم 27 هيكون دول الفترة التانية دي هي اللي هكون فيها المطشين الوديتين أو المباراتين الوديتين نايجر وليبيرين وبالتالي طبعا في الفترة الأولى هيكون في مجموعة اللعبين المحترفين كمان اللي هي بكرة إن شاء الله هيكون في قائمة اللعبين المحترفين هتتم إعلانها من خلال المدير الفني روي فيتوريا ولكن خلينا لكم القائمة عشان بس نتذكر القائمة الخاصة اللي اختارها من اللعبين المحليين المدير الفني لمتخبنا الوطني روي فيتوريا محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي عمر جابر كريم فؤاد محمد عبد المنم أسامة جلال باهر المحمد علي جبر أيمن أشرف محمد حمدي حمدي فاتحي نبيل عماد دونجة محمد إبراهيم محمد حمادة مروان عطية إسلام عيسى عبد الرحمن مجدي شادي حسين أحمد عدل ميسي وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر ميسي وأحمد شريف دي القائمة الخاصة للعبين المحليين اللي تم اختيارها وزي ما قلنا استثنى فقط الزمالك لو وجوده أو يعني وجود مباراة مهمة بالنسبة لنادي الزمالك أمام نادي الهلال في السوبر مصر الصعودي وأيضا فيوتشار اللي عنده مباراة في الدور التمهيدي في بطولة الكونفودري خلينا بس الأسماء يعني قلنا أن هي أسماء ممكن تكون فيها عدد كبير من اللاعبين حديث العهد فيه التواجد في منتخب مصر يمكن النهج ده شفناه مع كيروش شفنا بعض اللاعبين اللي ممكن كان أسماء ظهرته بتلعب دلوقتي مثلا زي محمد عبد المنعم كان بعيد تماما عن الأنظار ووجد فيه المنتخب في التوقيت اللي اختاره فيه كيروش لعله وعسى لعله وعسى إن شاء الله في الفتر اللي جاية من الأسماء الجديدة من اللاعبين اللي ممكن يكون ظهروا مع عنديتهم في الموسم اللي فات بالشكل الجيد واللي حضر فيتوريا جزء من المباريات الخاصة بيهم إنه يبقى فيه لعبين يقدر نشوفهم في المرحلة اللي جاية في بناء جديد لمنتخبنا الوطني إحنا بنتكلم على وجود الراجل ده إنه هو بيبني منتخب جديد منتخب قوي جيل جديد من اللاعبين بتخش بيه بقى بعض الأمور الخاصة في المنافسات زي التصفيات المؤهلة الكأس الأم الأفريقية بكودفور أيضا إن شاء الله التصفيات الخاصة بكأس العالم ولكن طبعا الموضوع ممتد وبالتالي لازم الراجل على قد ما بيقدر بيشوف أكتر عدد من اللاعبين في الدور المصري ويجيبهم ويشوفهم إيه الوضع إيه الأخبار يتحملوا ده العيب دولي العيب الأمور بالنسبة له ويقدر يقدر على المنافسة القوية اللي ممكن يشوفها في لفل مختلف عن المسابقة المحلية لأنك بتخش في تصفيات مع فرق كبيرة فرق لعبينها محترفين المتخبات طبعا وطنية بتبقى في كل أفريقيا خلاص الوضع بيختلف دلوقتي لعبين محترفين في كل أرجاء القرى الصمراء وبالتالي طبعا الوضع بيبقى مختلف في المتخبات هل يتحمل اللاعب اللي بيتم اختياره في الوقت ده ويكون لسه وجه جديد هل يتحمل الوضع ده ده أمور ممكن من خلال المعاصقر من خلال المباراة الوضعية يقدر يحسمها المدير الفاني روي فيتوريا من خلال طبعا هذه المباراة بأكد أن المباراة النيجر وليبري هتكون في الجزء التاني من الفترة التانية لمعاصقر منتخبنا اللي هتكون ما بين يوم 19 و 27 و 20 اتمنى التوفيق لمنتخبنا اللي أكيد يعني منتظرين الأسماء الخاصة باللعبين المحترفين إن شاء الله يكون طبعا على رأسهم محمد صلاح نجمنا ونجم ليفر بول إن شاء الله يكون في هذه القايمة لكن إن شاء الله يعني ده اللي احنا نتمناه إنه يبقى الوضع مختلف كرة الرجل ده أو الظهور هتبقى ليه إحنا في انتظاره آه مش هنددله تقييم ولا هنقول يا جماعة لا مش دي الكرة اللي احنا محتاجين لكن الوضع نفسه إنك بتنتظر بوادر خير في طريقة اللعب في شكل الأداء الهجومي آه في شكل آه الأداء كمان الدفاعي اللي وضع بالنسبة لك ما تفضلش طول طول المباراة زي ما كنا بنشوف قبل كده أنت بتدافع وبالتالي بتعمل آه شغل اللي هجب المرتدة أو الكونتر تاك في المباراة اللي احنا شفناها المنتخبنا الوطني في الفترات اللي فاتت وبالتالي عايز شوف شكل منتخبنا شخصيا المتخبنا نتمنى طبعا يكون موجود في الفترة القادمة مع